اهلا بكم طلبات وطالبات الصف الثاني الاعدادي درسينا اليوم بعنوان الزراعة في وطننا العربي قامت في وطننا العربي اعرق الحضارات اللي عرفها العالم تقريبا زي مثلا الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد الرافدين او بلاد النهرين اللي هي حضارة العراق ربنا سبحانه وتعالى وهب الوطن العربي العديد من العوامل اللي ساعدت على قيام نشاط الزراعة على اراضي بعض العوامل دي كانت عوامل طبيعية ليس للانسان دخل في وجودها وبعضها كان عوامل بشرية تسبب الانسان في وجودها ودلوقتي تعالوا نتعرف على اهم هذه العوامل اولا العوامل الطبيعية اول حاجة في العوامل الطبيعية هي موارد المياه العزبة ربنا سبحانه وتعالى اعطى الوطن العربي موارد مائية متنوعة وهي من اهم عوامل قيام الزراعة تعالوا نلاحظ الشكل التالي عشان نتعرف على الموارد المياه العزبة في وطننا العربي عندنا الامطار ودي بتقوم عليها الزراعة بعض الاماكن وفي عندنا المياه السطحية زي الانهار وزي البحيرات وفي عندنا المياه الجوفية زي الابار والعيون طبعا الابار بتكون ابار عميقة بنقدر نحن نحصل عليها عن طريق الحفر والعيون بتكون مياه جوفية بتزهر على سطح الارض وبنقدر نحن نستفيد من مياهها في عملية الزراعة تاني عامل من العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام نشاط الزراعة في الوطن العربي هو التربة بتوجد حوالين مجاري الانهار تربة خصبة زي مثلا التربة اللي حوالين نهر النيل ودي طبعا منحة من ربنا سبحانه وتعالى ومن الانهار اللي قامت على ضفافها وحواليها عملية الزراعة زي انهار مثلا الدجلة والفراط في العراق وزي نهر جوبة وشبيلي في الصمار هلنبص على الخريطة بتاعتنا هنلاقي طبعا نهر النيل مصدر الخير بالنسبة لمصر والسودان قامت عليه الزراعة وقامت حضارة عظيمة في بلدنا الحبيبة مصر ونهر دجلة ونهر الفراط في العراق قامت برضو عليهم الزراعة وعندنا مجموعة من الانهار الاخرى منها نهر شبيلي ونهر جوبة في الصمار ثالث العوامل الطبيعية اللي ساعدت على قيام نشاط الزراعة في الوطن العربي هو المناخ ربنا سبحانه وتعالى اعطى الوطن العربي مناخا متنوع والتنوع ده ساعد على انتاج المحاصيل المتنوعة لان فيه محصول معين بيكون محتاج درجة حرارة عالية محصول معين بيكون محتاج درجة حرارة منخفضة التنوع ده في المناخ عمل تنوع في المحاصيل الزراعية وده بيمكن وطننا العربي من انه يستثمر التنوع ده في تحقيق التبادل المتكامل بين الدول العربية في المحاصيل الزراعية يعني الدولة اللي بتنتج قطن تقدر تصدر المحصول دوت للبلد التانية ما بتنتجوش والبلد اللي بتنتج قمح تقدر تصدر المحصول دوت لدولة عربية أخرى ما بتنتجوش وبكده يحصل التكامل الزراعي بين الدول العربية تعالوا نتأمل الخريطة التالية ونتعرف أهم الأقاليم المناخية في الوطن العربي عندنا أربع أقاليم رئيسية في الوطن العربي وهناخدهم كده من أعلى أول حاجة إقليم البحر المتوسط وده الإقليم اللي بيزهر على الخريطة باللون الأخضر ودي تقريبا المناطق القريبة من البحر المتوسط اللي هي موجودة عندنا زي بعض المناطق في سوريا ولبنان وبعض المناطق في ليبيا وتونس والمغرب والجزائر الإقليم الثاني هو الإقليم الصحراوي اللي تقريبا معظم أراضي الوطن العربي واقع فيه وهو دوت اللي ظاهر باللون الأصفر عندنا الإقليم المداري ودوت اللي بتقع فيه جزء من دولة السودان وجزء من اليمن والمملكة العربية السعودية وجزء كمان من أراضي سلطنة عمان وجزء من موريتانيا آخر الأقليم هو الإقليم الاستوائي وده تقريبا بيقع فيه جزء صغير من دولة الصمار ثانيا العوامل البشرية بقى اللي ساعدت على قيام نشاط الزراعة في الوطن العربي الأول حاجة الأيد العاملة الوطن العربي يمتلك صروة بشرية كبيرة في جميع المجالات ومن أهم المجالات دي مجال الزراعة حيث يوجد في الوطن العربي أيدي عاملة مدربة على مستوى عالم من الخبرة والكفاءة تاني العوامل دي البشرية طبعا هي رأس المال طبعا رأس المال هو عنصر أساسي لإقامة أي مشروع بصفة عامة وطبعا المشروعات الزراعية بصفة خاصة رأس المال بتمتلك بعض الدول العربية نتيجة تصدير البترول الخارج وهي دول الخليج وعائد رأس المال اللي بيجي من تصدير البترول دوت بتستغله بعض الدول الخليجية في إقامة مشروعات زراعية في الوطن العربي تعالوا كده نفتكر إيه بعض الدول الخليجية اللي استغلت عائدات البترول في المشروعات الزراعية في الوطن العربي زي مثلا المملكة العربية السعودية وزي دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة رقم ثلاثة من العوامل البشرية اللي ساعدت على قيام نشاط الزراع هو توفر الأسواق ونقصد هنا بالأسواق إن في عندنا زيادة سكانية كبيرة في الوطن العربي وارتفاع كمان في مستوى المائش زيادة السكان دي أدت لزيادة في الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية وده أدى إلى التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج وللعمل على تحسين المنتجات الزراعية عشان خاطر تستمر المنتجات الزراعية العربية منافسا غيرها من المنتجات الخارجية طبعا الزراعة بيرتبط مكانها بموارد المياه العزبة أو بمصادر المياه وتعالوا نتأمل الخريطة التالية عشان نقدر نصنف مناطق التوطم الزراعي أولا المناطق الزراعية اللي بتوجد حول مجاري الأنهار كما في نهر النيل في مصر والسودان ونهري دجلة والفراط في دولة العراق دي أول حاجة تعالوا نتأمل الخريطة دي كده دي نهر النيل في مصر والسودان يبقى الأراضي المتخمة أو الملصقة لنهر النيل يبقى الأراضي اللي موجودة حوالي النهر النيل هي دي الأراضي اللي بتعتمد على مياه الأنهار في الزراعة وكذلك الأراضي الزراعية حول نهري دجلة والفراط ثانيا الزراعة اعتمادا على الأمطار بعض الأجزاء الشمالية في الوطن العربي وبعض الأجزاء الجنوبية كمان بتعتمد على الأمطار في الزراعة في رأي المزرعات عندنا مثلا هنلاقي المناطق اللي متلونة بالأخضر الفاتح دي دي مناطق بتعتمد على الأمطار في الزراعة هنلاقيها موجودة في المناطق الشمالية من الوطن العربي زي المناطق في شمال تونس والجزائر والمغرب وهنلاقيها موجودة في بعض المناطق الجنوبية زي جنوب موريتانيا وزي بعض المناطق في دولة السودان طبعا في الجنوب وبعض المناطق في دولة الصومال في الجنوب تلاتة الزراع اعتمادا على المياه الجوفية وطبعا ده بيكون في المناطق الصحراوية كما في الوحاة الخارجة والدخلة في مصر يا طرأ ايه هي اهمية الزراع في الوطن العربي تعالوا نتعرف اهمية الزراعة في الوطن العربي من الشكل التالي اولا الزراعة بتوفر المواد الخام اللازمة لصناعات كثيرة زي صناعة المربع اعتمادا على الفاكهة يبقى لو ما فيش زراعة المواد الخامشة كون متوفرة لمثل هذه الصناعات رقم اثنين الزراعة بتمد السكان باحتياجاتهم من المواد الغذائية المختلفة رقم تلاتة الزراعة بتوفر فرص عمل للسكان هنلاقي مثلا ان الزراعة بيمارسها حوالي نصف سكان الوطن العربي رقم اربعة هنلاقي عندنا ان الزراعة بتوفر رؤوس الاموال اللي بتستخدم في انشاء العديد من المشروعات الاخرى زي المشروعات الصناعية والطرق وغيرها طبعا اراضينا الزراعية دي مصدر الخيرات لينا بعد كل الاهمية اللي احنا شايفينها دي للزراعة لازم نحافظ على اراضينا الزراعية ما نحاولش نجرف التربة بتاعتنا او نبني عليها عشان خاطر الخير دوت يكمل للاجيال المتتبعة ويكون فيه فرص عمل متوفرة لسكان الوطن العربي اهم مشكلات الزراعة في وطن العربي واحد تزبزب الانتاج نظرا لاعتماد الزراعة في معظم اجزاء الوطن العربي على الانطار وهي غير ثابتة اتنين عدم استغلال كل الاراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي هنلاقي عندنا اراضي كتير صالحة للزراعة لكنها غير مستغلة ودي مشكلة كبيرة من مشكلات الزراعة قلة استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة طبعا كل ما وسائل الانتاج واساليب التكنولوجية الحديثة دخلت في الانتاج الزراعي ده بيطور الزراعة لكن عندنا في الوطن العربي في قلة في استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة في مجال الزراعة اربعة التصحر والتصحر ده من اكبر المشكلات اللي بتهدد الزراعة على مستوى العالم كله في الوطن العربي بشكل خاص طيب يطر التصحر ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب تفاوت كمية المطر ممكن كمية المطر تنزل في مكان معين بكمية معينة وبعد فترة تنزل كمية اقل ودي بتعمل مشاكل للمزرعات لو المزرعات محتاجة كمية مطر اعلى فدي ممكن يعني تعمل عملية موت للمزرعات فتفاوت كمية المزرعات دي من اول اسباب حدوث التصحر طيب التصحر ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب تفاوت كمية المطر ممكن منطقة معينة ينزل فيها المطر بكمية معينة فالمزرعات بتكون محتاجة نفس الكمية لكن بعد فترة تنزل كمية من المطر اقل فده بيعمل ضرر للمزرعات فتفاوت كمية المطر ده بتعمل مشاكل بالنسبة للمزرعات رقم اتنين زحف الرمال على الارض الزراعية زحف الرمال على الارض الزراعية ده بيؤدي لحدوث تصحر بيؤدي ان المزرعات في منطقة معينة زي ما هو ظاهر في الصورة دي المزرعات في المنطقة دي تقريبا غمرتها الرمال بزحف الرمال الرياح بتحرك الرمال دي في اتجاهات معينة فلو لقيت مزرعات في طريقها فبتغمرها وبتؤدي لتصحر المكان ده يعني تحوله من اخضر الى صحراء رقم تلاتة ما يقوم بالانسان من راعي جائر الراعي الجائر هو اطلاق الماشية والاغنام على الاراضي اللي فيها المراعي او الاراضي اللي فيها المزرعات وده طبعا لو مش منظم بيحصل تحول للارض دي من اراضي مزرعة او منزرعة الى اراضي صحراوية رقم اربعة الافراد في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة ده بيضع في التربة وممكن مع الوقت يؤدي الى التصحر القطع الجائر للاشجار طبعا دوت بيؤدي للتصحر وده حاجة مضرة جدا بالبيئة تقدر المساحة بقى المزروعة للوطن العربي قدي ايه من مساحته؟ تقريبا المساحة المزروعة في الوطن العربي بتقدر بحوالي 5% من مساحته الاجمالية وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثالث ونهاية درسنا الزراعة في وطننا العربي وتعالوا نستعرض مع بعض ملخص للدرس كان ملخص الدرس تنقسم العوامل المساعدة على قيام الزراعة لعوامل طبيعية وبشرية من اهم العوامل الطبيعية لتوطن الزراعة في الوطن العربي موارد المياه العزبة والتربة والمناخ من أهم العوامل البشرية لتوطن الزراع في الوطن العربي الأيدي العاملة ورأس المال والأسواق من أهم مناطق التوطن الزراعي في الوطن العربي المناطق الزراعية حول الأنهار وقلنا زي المناطق اللي حول نهر النيل في مصر والسودان والمناطق الممترة في الوطن العربي ودي قلنا أن هي موجودة في شمال الوطن العربي وفي جنوب الوطن العربي في بعض المناطق وقلنا المناطق التي تتوفر بها المياه الجوفية ودي بتكون موجودة في الصحاري زي الوحات في الصحراء الغربية وبكده أعزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية درسنا الزراعة في وطننا العربي وإلى اللقاء في الدرس القادم